صليل الزلايف أهلا وسهلا بكم شباب وبنات الصف الأول السنة إن شاء الله هشرح منهج الترمي التاني كله من كتاب مرسي عندنا الترمي التاني مكون من وحدتين الوحدة التالتة والوحدة الرابع كل واحدة مكونة من ثلاث دروس النظام اللي هتمشو بيه معاي على قناتي إن أنا هقسم الدرس لخمس أجزاء أول حاجة هي الكلمات والأسئلة اللي عليها بعد كده القواعد والأسئلة اللي عليها بعد كده المواقف والميل والسجيل بعد كده التمرين المتنوعة وآخر حاجة الامتحانات اللي على الدرس وفي الآخر هنزل الفيديو مجمع فيه الدرس كل في الفيديو ده هناخد كلمات الدرس والتمرين اللي عليها من صفحة 27 ل37 ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة ولو حسيتوا أنك استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك تشوف أول حاجة معانا هي عنوان الوحدة الكليب دي لكتار الكليب دي لكتار يعني نادي القراء ايه هو نادي القراء؟ دي مجموعة من الطلبة بيعملوا جروب بيشتركوا فيه في نشاط القراء يبقى بيسموه لكليب دي لكتار يعني نادي القراء نشوف أهداف الوحدة وصف المدرسة بسهولة وكمان تنطقوه أول حاجة عندنا هي حرف الام والان حرف الام والان ده ممكن يكونوا حروف أنفية يعني ايه حروف أنفية؟ يعني ما بيتنطقوش واضحين يعني بيتنطقوا من الأنف يعني بتبقى حروف نازال حروف أنفية طب امتى تكون حروف أنفية؟ إذا جاء قبلها حرف متحرك يعني حرف من الحروف اللي قدامنا دي يبقى ممكن حرف الام والان يكونوا حروف أنفية يتنطقوا من الأنف إذا جاء قبلهم حرف متحرك زي كلمة هنا حرف الان ما تنطقش بصوت واضح تنطق من الأنف طب عندنا كمان حرف الام والان ممكن يكونوا غير أنفيين يعني يتنطقوا بصورة واضحة طب إمتى إذا جاء قبله وبعده حرف متحرك يعني يكون فيه قبله وبعده حرف متحرك زي كلمة إين هنا لو تلاحظوا أن حرف الإن الصوت واضح طب عندنا ملحوظة كمان أن الحرف الأخير في اللغة الفرنسية عموما لا ينطق لكن في بعض الحروف عندنا في نهاية الكلمة ممكن بتتنطق هالأف والأغر والس والأل زي كلمة سلف دول ثلاث كلمات موجودين عندكم هنا في الدرس سلف لقينا الحرف الأخير إتنطق بغف يعني مدرس برضو الحرف الأخير إتنطق سك يعني حقيبة برضو الحرف الأخير إتنطق طب عندنا ملحوظة كمان لحرف الأغر ممكن يتنطق أغر أو أخ داكور؟ نشوف مع بعض أول حاجة هي الأسماء المذكرة النوم ماسكولا النوم ماسكولا اللي هي الأسماء المذكرة يعني جدول الموعيد يعني حسة أو حصص يعني قارئ محتوى أمتحان أم سيدي إي اللي هو مركز الوسائط المتعددة وده رمزة كل حرف منه بيدل على كلمة هنشوفها بعدين مع بعض أم فيلو يعني دراجة أم ساكادو يعني حقيبة الزهر أم كانتغال اختبار مطعم المدرسة هو عبارة عن مطعم صغير بيكون موجود في المدرسة الطلبة بتروح تاكل فيه واختصاره عندنا هنا بيقول لك إي إن الكلمات المزللة باللون الأصفر هي مذكرة على رغم إنها بتنتهي بحرف الأ اللي هما الكلمتين الأخرين نشوف مع بعض اللي هي الأسماء المؤنس اللي هي الأسماء المؤنسة أو الكلمة القراءة ما نلقبطش ما بينها وما بين كلمة كار اللي هي فوق في الكلمات المذكرة اللي هي اللي هي القار هنا دي اللي هي الكراءة عائلة عائلة إن تروس إن تروس مألمة إن جورني إن جورني يعني نهار أو يوم إن باند دي سيني إن باند دي سيني اللي هي القصة المسورة واختصارها أو رمزها بيدي عندنا الباند دي سيني هي عبارة عن قصة بيبقى تبقى قصص أطفال أغلبها بالصور فيها بعض الكلمات البسيطة إن بابلير تك إن بابلير تك اللي هي المكتبة المكتبة اللي بنقرأ فيها مش اللي بنشتري منها الأدوات دي زافير دي زافير الأغراض دي لانت دي لانت نضارة إن كور إن كور يعني في ناء في كلمتين تاني شبهها آنكور يعني حصة إن كورس اللي هو السباء نخلي بالنا الكلمة اللي هي بمعنى في ناء وبمعنى سباء دي كلمات مؤنسة هنا آنكور اللي هي بمعنى حصة دي كلمة مذكرة في ملحوظة كمان عايزة ألفت نظركوا لها البي دي اللي هي الكصة المصورة إينا بي دي كصة مصورة دي بي دي كصص مصورة وده الجمع بتاعها عندنا هنا الرمز مش هيتغير اللي هيتغير بس الأداء من المفرد للجمع هنا عندك برضو بيقول لك إن الكلمات المزللة باللون الأصفر هي مؤنسة على رغم إنها مش بتنتهي بحرف الـ نشوف الأفعال مع بعض الصف الأول دي كله أفعال مجموعة أولة يصل date stay يكره adore يعشق aimé يحب aidé يساعد tombe يقع أو يسقط regardé يشاهد aller يذهب attend ينتظر lire يقرأ نشوف بعض الصفات وظروف وحرف غير وتعبيرات blanc يعني أشأر blanc absent غائب absent غائب canton سعيد canton سعيد ماي كونتون غير سعيد سكولير مدرسي جونتي محذب ايديمي يعني ونص ايكار وربع midi يعني الساعة 12 الظهر منتصف النهار ammenui اللي هو منتصف الليل اللي هو الساعة 12 بالليل akler يعني فيه اي ساعة بتاعوا بنستعملها عشان نسأل عن الساعة seqwa يعني ما هذا لغير العاكل seqwa aujourdhui aujourdhui يعني اليوم يعني النهاردة dacor 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 يعني موافق poucou poucou يعني كثيرا il ya il ya يوجد avant avant يعني قبل abrè 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 نشوف مع بعض الوثيقة قولة الكلمات اللي عدت دي يعني ما تعولش همها قوي وما تقلقش من حفظها ما تحاولش تحفظها دلوقتي استنى بعد ما الدرس ما يخلص الكلمات دي هتتكرر كتير وسط الدرس هتلاقي نفسك حفظت منها تقريبا 85% بعد كده بأرجع للكلمات تاني وشو بقى الحاجات اللي انت ما عدتش عليك او ما حفظتهاش كويس احفظها تاني لكن ما تحاولش تحفظها دلوقتي من الكلمات استنى لما الكلمات تكرر عليك كتير هتلاقي نفسك حفظتها لوحدك من غير ما تبزل فيها مجهود في حفظها نشوف مع بعض الوثيقة جي مابل ليا انا ادعى ليا اي جي كانزون انا عندي 15 سنة اي ديمي ونص عندها 15 سنة ونص علامة دي معناها جم يعني انا احب العلامة دي معناها جنيمبا يعني انا لا احب طب ليه عندنا بتحب اللي الكتر الكراءة واللي اس في تي العلوم طب مش بتحب اللي سبور الغياضة واللانجلي اللغة الانجليزية نشوف الاسئلة مع بعض ليا بورت يعني ليا بتلتدي لو رجعنا للوثيقة هلقيها دالونت لابسة نظار طب نشوف معنا باقي الاختيارات اي كاسكت دون الفتيات دول بيكونوا في اين بابليو تك في المكتب طب معنا باقي الاختيارات اون سلف سلف سلفس المطعم المدرسة اين سال دي سبور يعني سالة الرياضة لغي يعني الشارع نشوف الوثيقة الثانية عندنا هنا يعني الاشخاص في شخصيتين في الوثيقة اللي هما توماس والليا الاحداث دي حصلت فين يعني امام صور المدرسة عندنا ليا بتقول جي في او سيدي اي كي يعني انا هروح مركز الوسائق افيك جولي مع جولي اي شادينزي مع جولي وشادينزي توماس قال لها افيك جولي اي كي يعني مع جولي ومين هو استغرب الاسم التاني اللي هو شادينزي او نو ميزافر طبعا حاج جات وقت في الارض فقال او نو ميزافر اغراضي الاحداث دي حصلت الويت اكتوبر في تماني اكتوبر دي وان لغري دي لسي امام صور المدرسة نشوف الاسئلة اللي عرصيكم ليا يعني ليا تذهب الى مركز الوظائق مع ساكوبين شادينزي مع صحبتها شادينزي لزافر دي يعني اغراض توماس طومب باتر يعني واقعت على الارض سيلان الارلوج يعني طبقا للساعة الى الساعة بتكون كام يعني الساعة تمانية قليل عشر يعني لو بصينا في الساعة في الوصيق هلقي الساعة تقريبا ما جاتش تمانية لسا يبقى ويتر مواتيس يعني الساعة تمانية قليل عشر تبقى الاختيارات معناها ايه ويتر تيس ستر هنا نوفر اكار يعني الساعة تسعة وربع نشوف بقى الاختيارات نشوف السؤال اللي بعضه دراجة توماس يعني دراجة توماس ايه بتكون روج لونها احمر نشوف هنا ده بقي الوصيقة البرسناج الاشخاص اللي عندنا هما توماس وليا عندنا ده ديالوج ما بين ليا و توماس ليا بتقول يا سالي توماس تيغريف تارد او جوردوي سافا بتقول له تحياتي يا توماس انت وصلت متأخر نهاردة سافا يعني عامل ايه قال لها ناو جيني مبالي مردي انا مش بحب يوم الاتنين قالت له عبان يعني حسنا اون بليس يعني بالاضافة الى ذلك او جوردوي جان كونترول ديمت بالاضافة الى ذلك اليوم انا عندي اختبار رياضيات ليا قالت له موا انا جادر الساعة يعني انا اعشق ذلك اللي هو الليمت اللي هي رياضيات يعني هي بتحب رياضيات قلب اي اي لي اكلير وهو بيكون الساعة كام تان كونترول امتحانك رد عليها قال لها اديزير يعني الساعة عاشرة ليا قالت له موا او جوردوي جيني با انجليا انا ما عنديش لغة انجليزية يعني المدرس بيكون غير في او سي دي اي انا هذهب الى مركز الوسائق افك جولي اي شادنزي انا هروح مع جولي وشادنزي قال لها افك جولي اي كي مع جولي ومين نشوف بقى الاسئلة اللي على الوصيق افك جولي افك جولي اديزير يعني الساعة عاشرة توماس ديتست يعني توماس بيكره المردي هو يوم الثلاث لجودي الخميس لفندردي الجمعة للوندي الاثنين ليا امبكو يعني ليا بتحب كثيرا الماتماتيك يعني الرياضيات العلوم اللي استوار التاريخ لانجلي اللغة الانجليزية اليوم اللي يافا هتذهب فين او سيدي اي الى مركز الوصيق معنا بقى الاختيارات سلف سوفيس لو مطعم المدرسة لكليب دي سبور يعني نادي الرياضة او جمينا السالة الالعب نشوف بقى الوصيقه دي بقى الوصيقه اللي فات هنا الديالوج ده بعنوان اللي ساك دي توماس طوب يعني حقيبة توماس سقطت وقعت توماس بيقول او ناو مزافر يعني اغراضي ليه ردت عليه وقالت له انتظر انا هصعدك امسك تتروس امسك كتبك ومقلمتك توماس قال لها مارسي شكرا ليه لقيت حاجة واقع على الارض فبتقول له ما هذا توماس قال لها ليه ردت عليه وقالت له انظر اليو الفوتو بيوجد صورة اليه اتوا هي اليك الصورة دي بتاعتك سيلا فوتو ديكي دي صورة مين توماس قال لها السيلا فوتو دي ما فاميه انها صورة عائلتي هنا درينج ده صورة الجرس اليه ويتر الساعة تمانية قتلو سالية بلوس يعني مع السلام ليه بتقول اتوا استنى ده هنا توماس ماشي فبتقول له انتظر تافوتو صورتك توماس رد عليه وقال لها قامي دي يعني الساعة 12 دهر كارت وربع الساعة 12 وربع وسالف في المطعم يعني بيقول لها نو هيقابلها الساعة 12 وربع فين في المطعم بيقول لها داكور يعني تمام قالت له داكور يعني اوكي او تمام نشوف الاسئلة الخاصة بالجزئية دي نقاط دي توماس طومب باغدار يعني نقاط بتاع توماس سقطت على طبعا اللي ساكادو اللي هي حقيبة ازة هو ما قلناش الكلام ده وقالنا اللي هي سيزافير اغراضه لكن هي انسب اجابة عندنا اللي هي اللي ساكادو اللي هي حقيبة ازة طبعا معنا بقى الاختيارات هنا لي فيلو الدراجة لديكسيونير القموس اللي هي كاسكت القبعة هنا امي دي كار يعني الساعة 12 وربع توماس فا توماس ذهب الى وسلف سرفيس للمطعم دان لا فامي دي توماس يعني في عيلة توماس الياب يوجند ويت بيرسون تمن اشخاص هنعدوهم في الصورة اللي عندنا في الوصيقو هنلاقيهم تمن اشخاص توماس ا اين فوتوبور يعني توماس لديه صورة ل سافة مي عائلته دان بنشوف بها الاختيارات سي كاميرات دي كلاس يعني اصدقاء الفاصل صان ليسي يعني في مدرستو صان سي بروفسير يعني مدرسين نشوف الدرس الاول بعنوان دي كرير صان ليسي يعني وصف مدرستو ايه بتحديد هوية الاشياء الموجودة في الفصل يعني ايه تحديد هوية الاشياء الموجودة في الفصل يعني هيقول لنا ايه هي الحاجات اللي موجودة في الفصل ويقول لنا اسمها داكور يبقى هنا وصف المدرسة وتحديد هوية لحديد هوية الأشياء الموجودة في الفصل لبنشوف الدرس ده هنتعلم إيه أول حاجة أجزاء المدرسة بعد كده الأشياء التي تتواجد في الفصل هناخد تعبير إليا بمعنى يوجد هناخد تصريف فعل ألي بمعنى يذهب هناخد صيغة النفي بني وبقى نشوف كلمات الدرس وأول حاجة هي الأسماء المذكرة يعني شيء يعني الفتاك يعني العشاء يبع عندنا هنا ثلاث واجبات لبيتي دي جنيه ولي دي جنيه ولي دي نيه عندنا آنكور حسن آم بروي دوضاء آن ليه مكان آن رومو آن أطلس آن أطلس ده كتاب فيه كل خرائط العالم آن بيرو مكتب آن بانك يعني مقعد آن تيرا تسبار ملعب غياضة آن ريسوران مطعم آن أورديناتير آن سالف سيرفيس مطعم المدرسة طبعا ده بيكون مطعم صغير كده الطلبة بتروح تاكل فيه بيكون في المدرسة آن تي اين اي الصبورة التفاعلية وده رمز هنشوف كل حرف فيه برضو بيشير لاي بس بعدين لما ندخل في الدرس شوية آن سي دي اي برضو ده رمز ومعناه مركز الوسائق والمعلومات آن ديكسينار اللواء الكموس آن لابراتوار معمل آن لسي مدرسة سانوي آن اسپاس يعني مساحة أو مكان لقلوب درسة يعني الكورة الأرضية لقلوب درسة آن سكلت آن سكلت آن سرفيس آن سرفيس آن صندر آن صندر يعني مركز هنا بيقلنا برضو ان الكلمات المزللة دي هي كلمات مذكرة على رغم ان تنتهي بحرف الأيد يعني من اول كلمة كوموس لغاية الاخر دي كلمات مذكرة على الرغم ان هي بتنتهي بحرف الأيد بنترى بعد كده اختصارات ورمز فيه فرق ما بين عندنا ما بين الاختصار وما بين الرمز يعني اول كلمة عندئ ديா انصاندر الكلمة. اللي هو اختصار اللي هو الفطار. اختصار اللي هو جهاز الكمبيوتر. ده حرف من الثلاث كلمات. بناخد حرف من كل كلمة. يعني اخدنا منها حرف التر. نمريك اخدنا منها حرف الان. انتراكتيف اخدنا منها حرف ال ا. فبقى التن اي. اللي هي انتابلون امريك انتراكتيف يعني صبورة رقمية تفاعلي. طب هنا السيدي اي ده برضو رمز. برضو اخدنا اه حرف من اه اول حرف من كل كلم. يعني الس من كلمة سانتر. الد من كلمة دوكيمو. ال اي من كلمة انفرماشيون. يبقى ال سيدي اي. ان سانتر دي دوكومنتاشيون دين فرماشيون. هو مركز للوصائق والمعلومات. عندنا هنا اللاجم. اختصار اللي. لاجمناستيك اللي هي التربية البدنية. تبي اي. ده غمز تابلو بلان انتراكتيف. عندنا هنا. ان سلف. ده اختصار لسلف سيرفيس. ان دي كون. لهو الخاموس ده اختصار لس Low in Dictionnaire. ده اختصار اللي هو المعمل. لبروف ده اختصار لكلمة لبروف سير يعني مدرس. عندنا لبروف ده اختصار لكلمة لبروف سير يعني مدرسة بس. ناخد بالن marriage في نهاية الكلمة. لكن الاختصار نفسه يتغير بس الأداء من كلمة مدرس إلى كلمة مدرس لكن الكلمة التي نفسها لا فيها اختلاف يعني هنا لاب غرف سيد هنا لاب غرف سيد أخيرها في آية الكلمة نشوف مع بعض الكلمات المؤنسة دي فورونتير اللي هي الأدوات أو المستلزمات إين تابل من ضد إين فناتر يعني نافذة إين بورد باب الكلمات دي هتعدى علينا كتير تاني بعد كده هتلاقي نفسك حفظتها لوحدك من غير بز المجهود إين شاز كرسي إين كارت خريطة إين كربي أبابيي يعني سلة ورق أو سلة مهملات إين أغلوج يعني ساعة حائط إين استوار يعني قصة أو تاريخ أو مادة التاريخ نفسه إين بيسين يعني حمام سباحة إين سالدبا يعني حمام إين كلاس فصل إين كول مدرسة إين بلانت نبات إين مونتر ساعة يد إين بابليوتك مكتبة إين باند ديسيني هي القصة المصورة دي طبعا بتبقى قصة أغلبها صور فيها بعض الكلمات البسيطة وبتكون للأطفال إين جيمناستيك يعني اللي هي الجنباز أو العلعاب البدنية نكمل مع بعض الكلمات المؤنسة إين ليست يعني قائمة إين جورني اللي هي يوم أو فترة النهار إين كانتين اللي هو الكانتين اللي بيبقى موجود في المدرسة اللي بنشتري منه الطلبات إين كور يعني فناء المدرسة إين ريكرياسيون اللي هي الفسحة إين ديسكريبسيون وصف لاناتاسيون السباحة إين فوا يعني مرم بيقولينا برضو أن الكلمات المزللة باللون الأصفر مؤنسة على رغم أنها لا تنتهي بالأ نشوف بقى بعض الاختصارات الثانية والرموز إين بيبليو ده اختصار لكلمة إين بيبليوتك اللي هي المكتبة إين بيدي هي اختصار لإين باند ديسيني اللي هي الكصة المصورة وعايز أقولكم مرحوظة على البيدي عندنا كلمة بيدي إين بيدي دي مفرد مؤنس يعني كصة مصورة عندنا دي بيدي معناها كصص مصورة بدي كلمة مفرد دي كلمة جمع الرمز نفسه مش هيتغير لكن اللي هيتغير هي الأداة من المفرد إلى الجمع عندنا هنا إين ريكري اللي هي اختصار لريكرياسيون اللي هي الفسحة لا جم اختصار لا جميناس اللي هي التربية البدنية أو الجمباز نشوف الأفعال ألي معنى يذهب دي جوني يتناول وقبة الغدر مانجي يأكل إكسبليكي يشرح إيكوتي ينصد إيتديي يدرس سوف يصير انترنت يعني يتصفح على الانترنت جوي يلعب تروفي يجت مانتري يوضح أو يبين شيرشي يبحث عن براندر يأخذ دي كرير يصف كام براندر يفهم نشوف مع بعض بعض التعبيرات والظروف وحروف الجرة والتعبيرات نشوف مع بعض أتر إكباد يعني مجهز أو معدب الأكسبريسيودا التعبير ده بيتكون إزاي من تصريف فرب أتر حسب الفاعل اللي عندنا يعني هي سواء كانت مدرسة أو فاصلا حسب الفاعل يبقى أتر هيصرف حسب الفاعل تب إكباد ممكن تبقى مفرد مذكر أو مفرد مؤنس ونضف لها إ في آخرها لشان تبقى مؤنس برضو حسب الفاعل اللي عندنا هو مؤنس ولا مذكر بعد كده عندنا د أو د أبستروف ده بقى حسب الكلمة إيه اللي بعدها بدقى بحرف ساكن ولا بدقى بحرف متحر يبقى تعبير أتر إكباد معناه مجهز أو معد بي مودرن يعني حديث إديال مساهي كران يعني كبير سغير رانجي مغتب نظيف أو نظيفة سل وحيد أو فقط م لكن يعني من أجل أو لكي كم بيان دو يعني كم من أما دو يأما د أبستروف زائد الأجسم الجمع صف ما عدا سلمو فقط يبقى عندنا سل معناها وحيد سلمو يعني فقط وحيد أو يعني شيء واحد إليا يوجد إنيابا يعني لا يوجد إليا يوجد النفي بتاعها إنيابا يعني لا يوجد سير فوق سو يعني تحت نشوف هنا مع بعض بقى أجزاء المدرسة الجزئية دي بعنوان يعني أجزاء أو اللي هي الأماكن دي لسي أماكن المدرسة يعني هنا هيكلمنا عن الحاجات الموجودة في المدرسة أول حاجة هيكلمنا عنها هي السؤال عن الأجزاء المدرسة ؟ Brennan he? عشان نسأل ونقول إيل يمروجود في المدرسة هنقول كسك قال ياء أو اللسي وتاني نقولها مع بعض كسك قال ياء أو اللسي كسك قال ياء أو اللسي يعني لماذا يوجد في المدرسة مكن كونًا بطريقة ثانية كالسونane برتي دي لسي ما هي الأجزاء المدرسة كالسونane برتي دي لسي يعني ما هي الثاليا المدرسة ممكن كونها بطريقة ثالثة كالسوليس باس دي لسي. كالسوليس باس دي لسي. يعني ما هي اماكن المدرس. تلات اسئلة دول ممكن نرد عليهم بالطريقة دي. الياب يوجد فان كلاس. يعني عشرين فاصل. انسي دي اي مركز للوسائق. انسيلف مطعم بالمدرس. هنا بقى الجزئية اللي جاية دي. اه محتويات المدرس. اول حاجة عندنا اول حاجة هي انسال دي كلاس. يعني صالد الفصل او الفصل. في صالد الفصل احنا بنعمل ايه? يعني احنا بندرس المواد. يبقى في صالد الفصل احنا بنعمل ايه? يعني بندرس المواد. في المكتبة بنعمل ايه? احنا بنقرأ الكتب. يعني في فناء الفصحة. بنعمل فيه ايه? يعني احنا بنسرسل مع الاصحاب او بنتكلم مع اصحابنا. نقولها كمان مرة. يعني في فناء الفصحة. احنا بنعمل ايه في حمام السباحة? يعني احنا بنمارس رياضة السباح. نقولها كمان مرة. اون جميناس صالد الالعاب. اون فت دي لاجم. يعني احنا بنمارس الالعاب البدني. نقولها كمان مرة. اون جميناس صالد الالعاب. اين في دي لاجم. اون سيدي ايه في مركز الوصائق. اون سيدي ايه. اون سيرف سير انترنت. اون سيرف سير انترنت. يبقى في مركز الوصائق احنا بنتصفح على النت. يعني في مطعم المدرسة. يعني احنا بنتناول وجبة الغداء. يعني في المعمل. في المعمل. يعني احنا بندرس الكامية. في تعبير تاني ممكن برضو ناخده. يعني احنا بنقوم باجراء التجارب. او او اي تي دي لعشيمي. يعني احنا بندرس الكامية. يبقى المعمل. او اي تي دي احنا بندرس الكامية. او او احنا بنقوم باجراء التجارب. نشوف الاسئلة مع بعض. علشان نقرأ قصص مصورة. احنا هنذهب على الى المكتب. نشوف معنى باج الاختيارات. او جيميناز في صالة الالعاب. او الى مطعم المدرسة. او اللابغاتوار المعمل. علشان نتعلم المواد الدراسية. احنا هنذهب الى ايه? على سالة دي كلاس. يعني الى صالة الفصل. تب نشوف باج الاختيارات. على سالة دي جيميناز. الى صالة الالعاب. او سيدي ايه? الى مركز الوسائق. على كورت دي ريكري. يعني في فناء الفصح. يعني علشان نلعب ماتش دي فوت. يعني علشان نلعب ماتش كرة قدم. او احنا هنذهب. او ترغى دي سبور الى ملعب الرياض. او نفيد لجيميناستيك. يعني احنا هنمارس الالعاب البدنية. او جيميناز في صالة الالعاب. تب نشوف باج الاختيارات معنى ايه? او سيدي ايه مركز الوسائق. او مدرسة. بور علشان مانجي علشان ناكل. تب نشوف باج الاختيارات معنى ايه? دي ليفر. دي ليفر يعني بنقرأ الكتب. سير في السير انترنت يعني نتصفح النت. ناجي يعني نو. او سيدي اي بور. احنا هنذهب الى مركز الوسائق بور لكي سير في السير انترنت علشان نتصفح النت. تب نشوف باقي الاختيارات معنى ايه? يعني نصرصر مع الاصحاب او نتكلم معاهم. يعني بندرس الكيميا. يعني بنتناول وجبة الغدر. يبقى احنا اتكلمنا من شوية عالمحتويات المدرسة. دلوقت هنشوف مع بعض محتويات الفصل. نقولها كمان مرة. يعني الاشياء. اشياء الفصل او الحاجات الموجودة في الفصل. نشوف علشان نسأل عن اجزاء المدرسة. اجزاء الفصل. الحاجات الموجودة في الفصل. هنقول ايه? هنقول كيس كيليا دانتا كلاس؟ يبقى دلوقت بسأل عن الحاجات الموجودة فين في الفصل. هو هنا مكتوبة غلط يعني في السؤال بيقولك للسؤال عن اجزاء المدرسة. لا هي للسؤال عن اجزاء الفصل. هنقول ايه? كيس كيليا دانتا كلاس؟ ماذا يوجد في فصلك؟ او اقول كيلوبجيي كيلوبجيي اليا دانتا كلاس؟ كيلوبجيييي يلا دانتا كلاس؟ يعني ما الأشياء الموجودة في فصلك. او اقول كيلسوا اللشتبات دي ل كلاس؟ كيلسون ليس لجيبات دي ل كلاس؟ يعني ما تكون الأشياء أشياء الفصل او الحاجات الموجودة في الفصل. تب الثلاثة اسئلة دول ممكن ارد عليهم بأيه؟ أين بيرو يعني بيوجد مكتب. ان تينيي بيوجد صبورة رقمية تفاعلية. يعني سائط حائط. بنقول لأسألة كمان مرة. كسك اليا دان تا كلاس. يعني ما زيوجد في فصلك. كيلو بجي اليا دان تا كلاس. يعني ما الأشياء الموجودة في فصلك. كيلسو لزو بجي دي لا كلاس. يعني ما الأشياء فصلك. او الحاجات يعني الموجودة في فصلك. كل ده بنرد عليه وبنقول. في مكتب يوجد مكتب. سببورة تفاعلية يعني ساعد حاط. هنا الجزء اللي جاي ده بيقول لنا ايه الحاجات اللي موجودة في الفصل. اول حاجة هي اللي هي السببورة الرقمية التفاعلية اللي هي موجودة عندك في الفصل. ان تابلو سبورة ان اقضيناتر يعني جهاز كمبيوتر. ان جلوب درستر يعني نموذج للكورة الارضية. ان بيرو يعني مكتب اين كربي اى بابيه يعني سلة مهملات او سلة للوهادة. بنقولهم كمان مرة. ان تي ان اي سبورة تفاعلية. ان تابلو سبورة العادية. ان اقضيناتر اللي هو جهاز الكمبيوتر. ان جلوب درستر يعني نموذج للكورة الارضية. ان بيرو يعني مكتب. ان كربي اى بابيه يعني سلة مهملات. نشوف باقي اجزاء الفصل. ان اغلوج ساعة حاقت ان تابل من ضده ان شاز يعني كرسي. نقولهم كمان مرة. ان اغلوج ساعة حاقت ان تابل من ضده ان شاز يعني كرسي. كل الكلمات دي ياريت نحفظها بالاداة بتاعتها عشان ما يسهي مذكرة ولا مؤنس. يعني ما احفظش مسلا ساعة حاقت يعني اغلوج. لا احفظ ساعة حاقت يعني ان اغلوج. يعني دي هتحددل ان هي كلمة ايه? مؤنس. ويد ده طبعا بينطبق على باقي الكلمات. نشوف مع بعض الاسئلة. يعني مدرس الاحياء. بيستخدم ايه? عن اسكليت طبعا اللي هو الهيكل العزمي. نشوف باقي الاختيارات. ان دكسيونير كموس ان اغلوج ساعة حاقت ان كارت يعني خريط. يعني مدرس دي جيوغرافي يعني مدرس جيوغرافي يعني دي الاحتياج لي يعني محتاج لي كزا. هو محتاج طبعا يعني اللي هو نموذج الكرة الارضية. طب نشوف معنا باقي الاختيارات. دكسيونير كموس اسكليت هيك العزمي يعني معمل. سي عن دكسيونير ده انه قموس لي. ده مت يعني ده قموس لمين للرياضيات. طبعا البقين مش هينفعوا عشان في ده كمان موجودة في الاختيار. في الاختيار نفسه. ده بيكون الساعة كام? بيسأل عن الساعة يعني الساعة كام دلوقت? بيقول له يعني انظر طبعا يعني بص على ايه على ساعة الحقد. طب نشوف معنا باقي الاختيارات لكارت الخريطة لتيني صبورة التفاعلية لبادي القصة المساورة. يعني انا اريد ان ارسم خريطة. انا هدور فين با? هو عايز يرسم خريطة يبحث فين? عن اطلس يبحث فيه الاطلس. زي ما قلنا ان الاطلس ده كتاب كبير كده في جميع خرائط العالم. طب باقي الاختيارات معناها ايه? رواية او سيدي اي استوانا او ديكسيونير كوموس. جي كور دي شيمي يعني انا عندي حسة كمية. جي فينتون يعني انا هزهب ازن. اللي بغدو هيروح للمعمل. هو عنده حسة كمية طبعا هيروح المعمل. نشوف باقي الاختيارات على كوري الفناء و سيدي اي مركز الوسائق على بابليو تيك المكتبة. كده نكون خلصنا الجزئية الخاصة بالكلمات والاسئلة اللي عليها. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلوكو باقي الفيديوهات. شكرا لسا معكم.